هريسة او وسبوسة لمريض السكر للكيتو دايك. نجيب كوب ونصف جوز الهند. نضعهم على حرارة متوسطة. نقلبهم حتى يصبح لونهم زهبة. وهيك بنوضع زبدة اثنين معلقة كبيرة بنفس الوعاء. وبنوضع واحد كوب كريمة طازجة. كريمة تبعت الحلوية. بنوضع بديل السكر. في انا وضعت انتم وضعوا اي محلة مناسب للكم. نتركهم يغلو لمدة خمس دقائق. بعد خمس دقائق غليان. وبنوضع جوز الهند المحمص. دائما الحرارة تكون اقل من الوسط. نقلب لمدة ضغفتين. وبنوضعه على ورق زبدة بنسكبه. وبنوضع بالتلاجة اقل شيء. اربع ساعات. انا وضعته تقريبا من نصف الساعة. لكن انتم وضعوه اكتر اربع ساعات. كون متماسك. اكتر. كتير هو اروعة. ممكن احنا نقدمه مع الكريمة ايضا. في عندي تقريبا الف وصفة صحية. المهتم بالغزاء الصحي. يشترك حتى يوصلكم كل جديد. از اعجابكم الفيديو. تعملوا لايك. مع السلام.